السلام عليكم موضوعنا هذا راح يكون حق اللي هو تعديل اللي هو الصفحة او الخلفية البروفايل مالك اللي هو في تويتر مثل ما تشوفون انتم حين على اليسار اللي هو اللي انا حاط اللي هو صورة طبعا حطت فيها بس معلومات سريع و موقعي و ميسنجر و اليميل انت تقدر طبعا يعني قد تم تبدع في نوع الصورة اللي راح تحطها خلفية حق موقعك الوان صور حركات انا حطتها يعني انت تقول نوعنا ما خفيفة شي دينس ما تشوفون قدامكم و مقاربة للثيم مع اليوتيوب ايضا تقدر تسوي اللي هو داخل الكنترول بين المالك انك تعدل في الالوان و طريقة العرض و الروابط كل شي راح يوريكم مع المقطع اللي راح تشوفون ان شاء الله نتوكع الله و نبدأ ان شاء الله تفتح برنامج اللي هو الفوتوشوب و تفتح اللي هو عمل جديد او اللي هو صفحة جديدة تختار المقاس اللي هو مثل ما تشوفون قدامكم 1600 العرض و الارتفاع 1200 وتبدأ في تصميم اللي هو الصورة اللي انت تابعها اي ان كان في حط بيالك ان راح يكون المكان هذا اللي تشوفون ان حقا حط الماوس عنده هني راح تطون صورة اللي راح تثبت عندكم بحيث تظهر بهذا الشكل هني تكون ثابته هذا المكان يكون مثل ما هو بالفوتوشوب راح يكون في المنطقة هادي حاول نكون كثما تقدر يكون يكون فوق يعني راح وريكم شون اوبن وين الصور عندي ونوريكم صورة اي صورة 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 الصفحة مثلا نختار هذه الصورة يعني مثلا تكون تاخذ تحطها في المكان هذا بحيث تظهر مثلا ما تشوفون عندكم ان هي اللي هو اللوغو مالي حاطة راح تظهر مثلا ما تشوفون ان كان اللي هو اللوغو اللو الأصفر هذا حط هنا اللي هو تحط فيه الزاوية اليسار هادي طبعا عندك تحط فيه الزاوية اليمين هنا بحيث ان يظهر كذلك ايضا في المنطقة هادي هنا هذا النوع ما اللي راح يبين لكن باجي للصفحة تحت ما راح بين فيه شي فانت اتعب على المكان تصميم يكون داما علي سارة هنا وعلى اليمين هنا فوق تفنن فيه انتو عقودت من تصميمك الكتاب اللي تحطها الصور النوع الخلفية نفسه الون أبيض أسود وبعدها نحفظ العمل يفضلا يكون جي بي جي بحيث ان يكون يعني حجم الصورة يكون صغير بعد ما تخلص من شذي راح أوريكم شوان ترفعونها اللي هو داخل اللوحة التحكم تويتر وشوان تخلي الخلفية عنديك مع الالوان مع كل شي بعد ما تحفظ العمل مالك نسكر له الفوتوشوب نسكر له الفوتوشوب تدخل عليه حتى حكم من لهو التويتر نسكره لون السايد بار اللي هو الحدود اللي أنا أختار لون أصفر واللي داخل يكون لون اللي هو حاط اللي هو اللون تقريباً أصفر فاتح جداً أو بيج الروابط اللينكس بخليهم لون أزرق والكتابة والتكست لون أسود وخلفية التكست نفس اللي هو مكان الكتابة بخليه اللون أبيض عنه وإذا تريد تختار اللي هو الصورة مثل ما قلنات تختار اللي هو change background color image هني تختار بعدين عاد ممكن يترك مكان الصورة اللي انت حفظتها بالله هو بالفوتوشوب اللي قبل شي سوناها وترفعها ولا تعلم على اللي هو كلمة title background وشي التعليم عليها بحيث أن تظهر الصورة كاملة مثل ما تشون قدامكم الطريقة هذي بعدين راح تظهر عندك اللي هو عقود يظهر تصميمك مثل ما تشون الطريقة هذي قدامكم السريعة هذي هو العقود مش شرح وفي يعني راح أريكم مثلا عز مثال اللي هو الناس ما شاء الله شون ضبطين بعبطهم تصميم خاص حقهم في أنا شفت اللي هو 50 cent شوف اللي هو 50 cent عروف اللي هو المغني شوف الخلف ياشى ما سويها طبعا تصميم لما تفتح اللي هو تسوي رايت كليك view background image عبارة عن تصميم تشوف هنا قدامكم صورة وهو حاطه اللي هو background يظهر بطريقة هذي تشوف هنا قدامكم يعني تسوي نوع من نوع اللي هو عاقتهم احترافية في الموقع مالك أو اللي هو ال profile مالك أتمنى اني عاقتهم طبعا أنا سوت اللي هو الديزاين هذا بس على السريع بسمه ده درس بس صراحة ان شتشن عجبني شخفيف و ناعم شضار بخليه وأتمنى اني عاقتهم وصلت معلومة في امان الله و ارنت